بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أهلاً ومرحباً بكم الكثير مننا يمتلك جهاز كمبيوتر محمول نوع عصيز وغالباً ما تتوقف التوتش باد الخاصة به بعد الفرمات ونقوم بالاستعانة بفائرة USB فبعد تحميل عدة برامج والمحاولة في عادة تثبيت التوتش باد الخاص به لا تنجح معنا العملية فحل هذه المشكلة سهل جداً تقوم بترك التحديثات الخاصة بجهاز الكمبيوتر مفتوحة ولا تقوم بقطع الانترنت سيقوم جهاز الكمبيوتر بتحميل وتثبيت البرامج الأصلية له عبر التحديثات الخاصة بWindows 10 أما بالنسبة للأشخاص الذين يريدون تحميل التعريف لوحدهم يستطيعون كتابة كلمة أصيز يظهر لك الموقع بهذا الشكل نقوم بالدخول إليه كما تلاحظون تقوم هنا بكتابة اسم الموديل كمثال نختار هنا كلمة لابتوب ثم نختار هنا هذا الخيار لاحظوا جيداً تختار الموديل الذي تريده نختار كمثال هذا الموديل أو تستطيع كتابة الموديل في هذه الخانة تظهر لك هنا صورة الكمبيوتر وفي بعض الأحيان لا تتوفر الصورة كما تلاحظون نضغط هنا على درايفر نختار هنا نوع النظام وينداوس 11 أو وينداوس 10 أغلب الأجهزة الحالية أصبحت لا تدعم الأنظمة القديمة مثل وينداوس 7 ووينداوس 8 أما بالنسبة لي الوينداوس الذي سنقوم بالتحميل التعريف له وهو وينداوس 10 نواة 64 لاحظوا جيداً تظهر لك هنا التعريف الأصلية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك كما تلاحظون هذا التعريف خاصة بالشبكات هذه خاصة بالشرائح خاصة بالصوت خاصة بالرسومات قارئ البطاقات جهاز التأشير كما تلاحظون بالنسبة لهذا التعريف وهو خاص بالتوتشباد في حالة ما قمنا بتحميله وتثبيته على جهاز الكمبيوتر ستعمل معنا التوتشباد مباشرة وفي حالة ما لم تعمل كما تحدثنا تترك جهاز الكمبيوتر يقوم بعمل تحديثات لوحده ستشتغل بعد مدة زمنية قصيرة يوم أو يومين على الأكثر كما تلاحظون توجد الكثير منها التعريف هنا تستطيع تحميل التعريف التي تحتاجه على جهاز الكمبيوتر خاص بك هذا ما لدينا في هذا العدد في حالة ما أجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك وعمل للشراك في القناة في حالة ما كنت غير مشترك شكرا لكم على المشاهدة